منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي الاهلي كان وقتها بيشارك في العديد من المباريات المحلية أو حتى مباراة كأس السوبر للأندية الأبطال في الإمارات العربية المتحدة بعدها الاهلي كان مرتبط بمباراة إفريقية ومباراة كأس العالم للأندية ما كانش الفريفة عجازة ولا راحة ولكن كان مرتبط بالعديد من المباراة الرسمية ومع ذلك كان هناك توقف أيضا طويل نتيجة مشاركة منتخبنا في كأس الأمم ولم تستأنى في المسابقة إلا بعد نهاية منافسات كأس الأمم الإفريقية غدا استئناف بطل الدوري لمشواره في هذه البطولة العريقة بمواجهة بلدية المحلة اللي في آخر مباراتين تعرض لخسائر يعني متتالية يمكن كسب فيوتشر ولكن مباراة الأخيرة أمام سراميكا كليوباطرا انتهت بخسارته خمسة ثلاثة نهاردة أكيد استئناف فريق نادي الأهلي لتدريباته بعد العودة من غانا وتحديدا بمواجهة فريق ميدياما الغاني فريق رجع فجر السبت كان فيه أجازة مسابت النهاردة الاثنين كان فيه تدريب مبارح النهاردة تدريب الأساسي بقرة من المباراة إن شاء الله الساعة سبعة بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي تمرين النهاردة أكيد يعني هيكون في حدود حوالي الساعة ستة لكن فيه تفاصيل أكيد محتاجين نعرفها من شبكة مرسلين اللي موجودين حاليا في ملعب مختار التيتش بالجزيرة أو تحديدا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نعرف من خلالهم كيف يستعد الأهلي لمباراة بلدية المحل في هذه اللحظات برحب بالتأكيد بزميلة وصديق العزيز محمد توفي توفي مساء الفل عايز أتطمن منك على استعدادات الأهلي لمباراة البلدية في تفاصيل كتير محتاجين نتكلم فيها ولكن أبدأ معاك بآخر الأخبار اللي عندك قبل استئناف الأهلي لتدريباته كل مراني النهاردة على ملعب التيتش بإذن الله مساء الخير زميل العزيز محمد سعيد تحاتي ليك ولكل مشاهدة قناة النادي الأهلي في كل مكان يعني كان النادي الأهلي في تقضناه الفترة اللي فاتت في المنافسات المحلية بكي زي ما ذكرت في المقدمة بتاعتك أن النادي الأهلي كان بيشارك في أكتر من بطولة سواء دورة أبطال أفريقيا أو بطولة كمان السوبر الإفريقي أو الكأس العالمي أنديو أعتقدش أن فيه نادي تاني داخل الكارة بسنة النادي الأهلي كان موجود في هذه البطولة هذا العام ومن بعدها كان بطولة السوبر زي ما قلنا في الإمارات ومن بعدها كان التوقف الدولي لمشاركة منتخب مصر وكل المتخبات الإفريقية في بطولة كأس الأمم الإفريقية وعلى طول النادي الأهلي بمجرد ما انتهى التوقف الدولي شارك فيه المباراة المتبقية من دور المجموعات وإن شاء الله يختتم أمام ينجي أفريقيا زيوم الجمعة بشكل أكثر من رأى زي ما قلت محمد الانستعداد على قدم الوساق بعد العودة من غانا لمباراة بلدية المحلة يمكن كان تدريب قوي مباراة شارك فيه جميع اللاعبين المجموعة بس اللي شاركت فيه مباراة ميدياما بشكل أساسي كان تدريب استشفاء ليهم بعد ما حصلوا على أجازة يوم السبت فقط ويبقيت المجموعة شاركوا فيه التدريب بشكل تام وشكل أكثر من رأى النهاردة كمان بإذن الله رب العالمين زي ما قلتها بقى التدريب الأخير والأساسي استعدادة لمباراة بلدية المحلة فيه المباراة المؤجلة من الجولة الخمسة للدولة المصر الممتاز يمكن ده أول ظهور بقى في بطولة الدولة محمد آخر ظهور كان أمام سموحة فيه مباراة الجولة السبعة يوم 28 نوفمبر الماضي وآخر ظهور محليا بشكل عام زي ما ذكرت كان أمام مودرني فيوتشر في نهاية الكأس السوبر للأندية الأبطال اللي كان يوم 28 ديسمبر في الإمارات العربية الشخيقة إن شاء الله جمهور النادي الأهل كل يستمتع وإحنا جزء منه محمد بعودة الفريق إن شاء الله للمنافسات المحلية وبإذن الله يكون أداء أكثر مراعة غدا بإذن الله من بلدية المحلة وكمان نتيجة رائعة تحط يعني زي ما بقول الحامل للقب على الطريق الصحيح والحفاظ على لقبه في إن شاء الله للعام التاني على التوالي يمكن زي ما قلت لك محمد فيه محاضرة حالا دلوقتي وأنا معاك على الهواء مباشرة فيه محاضرة داخل غرف الملابس لإجهاز الفني مع اللعبين بيتكلم فيهم طبعا عن الأمور الفنام كان فيه محاضرة نظرية مبرح النهاردة محاضرة بالفيديو بيتكلم فيها طبعا عن فريق بلدية المحلة زي ما ذكرت آخر مباركة الخصارة أمام سلاميك كولوباتر بخمس أهداف مقابل سلاسة فيه محاضرة فنام بعدها على طول هيكون فيه محاضرة نظرية برضو في أرض الملعب للحديث بقى عن التهيئة النفسية لها هذه المباراة ومن بعدها إن شاء الله هيكون تدريب قوي بإذن الله يشارك فيه جميع اللعبين وبإذن الله من بعد التدريب هيبقى التحرك لأحد الفنادق القريبة من أستاذ القاهرة للمبيت فيها ليلة المباراة وبإذن الله زي ما تعودنا بقى محمد بكرة اليوم هيبقى من بدر أول في فندق لقامه بقى لفطار الساعة عشرة فيه على طول زي ما بقول كده في فترة تدريب في الفندق بتبقى الساعة 12 الغدى هيبقى فيه تمام السلسة عصرا المحاضرة هتبقى الساعة 6 ومن بعدها طول التحرك لأستاذ القاهرة وعودة البطل للحفاظ على لقبه العام التاني على التوالي وولا مشاركاته المحلية بعد التوقف الدولي الكبير اللي كان فترة يفات وإن شاء الله يكون عودة أكثر من رائعة وفوز وأداء أكثر من رائعة بإذن الله رب العالمي طيب توفيه عايزة أتطمن منك هل تحدد موعد صفر أليو ديانج إلى الخارج لإجراء العملية الجرحية النهاردة هل التقيت بالجهاز الطبي إمكانية مشاركة نيدفيد النهاردة في المران إمكانية مشاركة كوكا خاصة مبارح لعب في التدريب الجماعي بشكل جيد جدا هل ممكن يكون فيه إضافات بعودة لعبين كانوا غايبين الفترة الأخيرة ممكن نشوفهم في القائمة اللي هيحددها الجهاز الفني عقب المران النهاردة زي ما أنت قلت محمد التقيب للدكتور أحمد جبالة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول القرط القدم بالنادي الأهلي كلمت معاه عن ديانج قال نمك ديانج خلاص في المرحلة الأخيرة من إلهاء الإجراءات للسفر بإذن الله رب العالمين اللي عمل من زرع على الرجبة لتحديد طبعا الإصابة والبدء في العلاج وبإذن الله من بعدها التأهيل وإن شاء الله يكون موجود فقارة فرصة ممكنة مع الفريق يمكن زي ما أنت قلت كريم نيدفيد كريم نيدفيد شارك مبارح في التدريب بشكل طبيعي جدا ولكن طبعا شارك في الجزء الاستشفاء الحمد لأنه لعب جزء كبير جدا من مباراة ميديامة لكن كان موجود في التدريبات هو بس اشتكى من إجهات في السمانة فدكتور أحمد جبالله فضل طبعا يعني تغييره بشكل مباشر على طول علشان الإصابة ما زيتش أو يكون فيه مضاعفات للعب ولكن هو سليم تمام وإن شاء الله موجود في التدريبات النهاردة أحمد نبيل كوكا يمكن انطمنت عليه من دكتور أحمد جبالله قال الحمد لله كوكا بيشارك على مدار الأسبوع الماضي كله بشكل طبيعي جدا في التدريبات طبعا يمكن الفريق كان مسافر غانا فما شفناهش في التدريبات الجامعة ولكن مع تدريبات المستبعين كان موجود مع مستر برجل هنا وكان موجود بيقدي تدريباته بشكل أكثر من رائع فما فيش أي مشكلة وهو سليم تماما من الناحية الطبية طبعا الجهازية الفنية ولقط المباراة دي طبعا راجع لمستر مارسل كولر اللي الدفع به في التوقيت اللي يشوفه ممكن ياسر إبراهيم كمان عم حامد عمل أشعة أولية ولسه فيه أشعة تانية لتحديد إصابته وبالزبط هتكون موجودة في العضلة الخلفية ومدة غيابه كمان يمكن كل الاجتهادات اللي بنسمحها الفتر يفات الأساسة لأم نصحها لسه لم تتحدد يعني مدة غياب ياسر إبراهيم أو لحاقه بالفريق بإذن الله رب العالمين كل باية اللاعبين موجودين بيتضربوا بشكل أكثر من رائع مع الفريق باستثناء طبعا كابتن محمد الشناوي اللي غاب للإصابة في الكتف وخالد عفتاح اللي يمكن قبل التدريب النهاردة كان بيجري طبعا يعني عملات الجارية حوالي الملعب وحالا دلوقتي أنا معاك بيجري بعض التدريبات الاستشفائية مع الجهاز الطب هنا في داخل النادي الأهلي ولكن باستثناء كده كل اللاعبين الحمد لله في حالة بدنية وفنية أكثر من رائع وإن شاء الله يكون كلهم تحت أمر الجهاز الفني بكرة وإن شاء الله يكون الفريق كامل وزي ما نقول الأهل دايما بمن حضر وإن شاء الله يكون أحسن أداء وكمان أفضل نتيجة بإذن الله موجودة بكرة شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق موفد قناة الأهلي الموجود حاليا في مقر النادي بجزيرة وتفاصيل متعلقة باستعدادات الأهلي لمباراة بلدية المحلة والحديث عن كواليس الفريق قبل الماران الرئيسي إلا يختتم النهاردة ثم الدخول في معسقر مغلق استعدادة لمواجهة البلدية